اشتركوا في القناة وانتهي سينجالية بامتياز بثنائية نظيفة دعونا نشاهد الاهداف التي سجلت خلال هذه المباراة مشاهدين الكرام كايتا بالدي افتتح التسجيل سود اتيرينغا مطلع الدقيقة الثامنة والعشرين بتسديد يسارية متقنة وبدقة ثم الهدف الثاني جاء مطلع الدقيقة الرابعة والستين بتسديد قوية وصاروخية من اللاعب دياتا تنائيا للمنتخب السينجالي على حساب نظيرية التنزاني قبل الحديث مع الكبات المشاهدين الكرام في امور الفنية فيما يخص هذا اللي قاله كان من طرف واحد اريد ان نسأل سؤال طرح كبات قبل بداية هذه البطولة وطرح حينما تم الاعلان الرسمي بان البطولة ستكون باربعة وعشرين منتخب الكل كان يتسائل عن كيف سيكون الحال الفني او المستوى الفني خصوصا في دور المجموعات هناك من اشتكى بان المستوى الفني سيكون هابط جدا نظرا لفارق المستويات بين المنتخبات ولن تكون هناك لدية الا في دور الثمانية اللي لم يكن في دور الستة عشر فهل بعد مباراة اليوم انتم معا ام ضد اربعة وعشرين منتخب لان المستوى حقيقة كان فارق كبير جدا اثر حتى على المنتخب السينجالي وده بيحصل الحياة في كاس العالم نفسه بتشوف بعض المستويات غير جيدة فما بالك لما الفيفا حيامل كاس العام ٤٨ منتخب هتلاقي مباراة ليس لها معنى على الاطلاق ولكن هو الهدف اولا اخيرا مشاركة فتح الباب لمشاركة اكبر عدد من الدول واكبر عدد من المنتخبات طبيعي هناك فارق في مستوى اول في مستوى ثاني في مستوى ثالث في مستوى رابع في مستوى لا يرقى ان هو يلعب فيه البطولة ولكن هو بهدف المشاركة لا اتساءل كيف تنزانيا تتأهل من مجموعة فيها الكابفيرد خرج منها وليسوتو خرجت وتأهل مع اوغندا لا كابفيردي ما بقيتش كابفيردي اللي فازت على تونس في تونس مستوى ثراجع لحد كبير كابفيردي خلاص مستوى ثراجع لحد كبير كابفيردي خلاص مستوى اصبح ضعيف وما تنساش كمان تنزانيا خسرت من اوغندا هو اللي افاد وخسرت ماتشين هي وصلت بتمن قارت ولو لم يكن العدد ٢٤ لم تكن تصل تنزانيا مجرد المشاركة. وزي ما بقولك هو الطرج بتاعه ماتش كينيا. يأكون لا يأكون. لو تعادل فرقتين خلاصوا على بعض. يبقى محدش فيه مهيصعد كأحسن توالد. إنما لو حد فاز. نحن نهارده مبارا بانساعدين. وبنشوف هجمات لمنفتخر منجانيا على استحياء. ولكن يحسب على منفتخر السنغار ويكررها مرة تانية أنه هو فاز نتيجة هدفين فقط لبيت. لأنها نتيجة هدف. فاز بهدفين يسجل هدف وماتشية الاعتقابة تخسر يجين. ولكن النهارده الحقيقة السنغار أثبت القوة غير طبيعية. النعم المنافس ضعيف. ولكن السنغار بيفرض نفسه كمرشح قوي. وبيؤكد أنه ما يشل الأول على أفريقيا في التصنيف من فراغ. وبيؤكد أن الترشيحات من قبل الخبراء لاست من فراغ. بيؤدي هذا العرض في غياب سادي مانين. مع التأكيد على أن المنافس كان ضعيف بل وضعيف للغاية. حسام تقريبا مش هذا اللقاء الذي سنقيمه به المنتقب السنغالي. لكن نظريا الشكل الموجود. الأفراد موجودة. النجوم موجودة. هذا الجيل يقارن بجيل 2002. جيل 2002 الذي يبهرنا بقيادة الحاج ديوف. خليل فديقا. كاميرا. وذلك الأسماء التي قدمت مساوى كبيرو. صدرت مانيا بكاس العالم. نهاية خسراتها من الكاميرا وفي أمم أفريقيا. هذا الجيل يقارن بالموهبة. بالأفراد. وبقيادة محلية. ليس بقيادة فرنسية. الراحل برونوميتس. أكيد. هو من أفضل الأجيال الذي مرض على الكرة السنغالية. جيل فيه نجوم في كل الخطوط. نجوم تلعب في كل الفرق الإيروبية والدوريات الخمسة الكبرى. لذلك اليوم السنغال هو الأول أفريقين. هو المرشح الأول فاز بالبطولة. لا تقدرش ترشح في المنتخب أن يكون الأول من دون ما عنده نجوم. اليوم النجوم هو اللي يفرقه في المنتخبات. ممكن بعض الاحيان النجوم يكونوا موجودين. وليس عندك فريق متجانس. لكن الشي الجيد بالنسبة للسنغال هو النجوم موجودين. ونجوم تلعب الفيات المجموعة. ممكن على حسن ما شاهدناه اليوم مهند. اللي ممكن يعيق السنغال هو ما عنده رأس حربة صريحة. هدف. لأن شاهدنا اليوم باي نيونك يعني واحده ضيع أربع هدف. صار ليس برأس الحربة. صار يلعب على الأطراف. في السابق كان ماما دون يونك كان مهاجم قوي. كان يصنع الفرق. كان دائما سنغال عنده مهاجم بوكوندي. في السابق بوكوندي. كان دائما ثم مهاجم من الاطراز العالي ينهي لك الهجمات. اليوم تلقى الأطراف صار. سيدخل ساديو ماني. ستجد وقيع اليمين. ستجد الأطراف والحلول والتبريرات الحاسمة. لكن إذا ما يكونش عندك هدف. يعني اليوم مع تنزاليا ممكن تسمح لك أن تضيع سفة سبعة فرص. لكن لما تلعب مع مصر ولا الجزير ولا تونس ولا المغرب ولا الكمرون ولا جيريال في رقم السنف الأول. ضيع قولة 2. خلاص. تقبل قولة 2. انتهت عليك المباراة. لذلك اليوم اليو سي سي عليه أن يجد الحل في هذا الموضوع. مش عارف أنا في دكة الاحتياط جوميس ساي بي. ممكن يكونوا حل. لكن أنا وجهة نظري مباين يونك. حتى شهدنان. ذكروا في الميلان. مهند. لعب يعمل على الطرف سريع. عنده السرعة. عنده توغلات. لكن عمره مكان هدف. ما يقدرش يكون هو الرقم 9. يجب أن مش عارف أنا في بقية ترسيد البشري هل يملك السريقال رأس حربة سارية حدف. لكن في الموباليات الكبرى محتاج إلى رقم 9 ينهي الهجمات. نادر مع السي سي مدرب محلي كسب الخبرة كسب التجربة هناك استخرار فني من 2015 مع المنتخب. هذه إيجابية لصالح المنتخب السنغالي في باقي الاستحقاق. صحيح. هذه من شاهدها للمنتخب السنغالي في الفترة الأخيرة يعني. لأكثر شيء استخرار الفني هو ما خل منتخب السنغالي يوصل بهذه الكيفية خاصة مع امتلاك العدد من النجوم. لكن في المجمع المهند لما نشوف المباراة من الشرط الثاني. يعني هو ما تغير شيء كثير على الشرط الأول. لأبس التنان. التزديد خرج من منطقة الجزاهي. يعني جاءت بهدف الثاني. هي تزديد الوحيدة في المباراة كلها. في المجمع منتخب السنغالي عنده الحلول زي ما قال لك كابتن حسام وكابتن هيتم. عنده الحلول يعني خيارات كبيرة من رواق الأيمرون من الجنح من جناح ليمين جناح ليصار من نص الملعب تزديد من خلف. لكن دائما ما يعاب عليه دائما زي ما قال لك كابتن حسام وهو في العمق الهجومي بخاصة من يعني الرؤونة في كمية كبيرة من الفرص الضائعة. لكن بيمنى يملك جميع بنية الجسمانية يملكها القوة طول القامة. يعني جميع الإمكانيات يملكها. لكن مش هدف. مش هدف. مش هدف. مش هدف. مش هدف. الهدف. يعني الحل وجهة نظري أنا. هو كيتا بلدي واللي هو المهاشم. مثل ما كان يلعب في لازيو. بعد الحين يلعب على طرف مانيع على الطرف اللي يصار. مانيع على اليسار. صار عليمين. وكيتا بلدي هو رس الحربة. لأن مهما يكون ليس بالرقم تسعة ليس بالهدف. لكن كيتا بلدي لما يدخل الثمانتاش يسجل. شاهدناه مع الانترم مع لازيو. يسجل. مبين يونك في أي فريق. لعبه. لعب في الجنة والعب في الميلة. كل الأطراف لعب الحسن العليا فيران. ما يعديش ستة سمعة ديوة في الموسم. أنا مع الطرح دي موهن نادر. هو يكون الحل الأبضل. انت كمان تكلمت مع نادر ومع حسام على اليسوسي. اليسوسي خلي بالك لوضافة انه مدرب كويس. كان لعب مقنع. الجيل انتكلمت عليه في 2020. كان هو كابتن تيم. كان لك شخصية الكاريزما. بضبط. وأيضا كان في الفريق كان هو كابتن تيم لما خسه بدربات ترجيحة أمام كاميرون في 2002. كان سنغال هي الأول على أفريقيا من وجهة نظري. ولما سلم المهمة من ألان جريز في 2015 صعد بالمتخب. أنا أجد المتخب يعيش الفترة اللي كان فيها مع برونو ميتسو. وصلت كأس العالم. وفاكرين عمل ليه في كأس العالم. انت تعرف سنغال في كأس العالم في مجموعتها. في تحية فازت على بطن العالم. وتعدت بولندا وتعدت مع روسيا في 2018. فازت بولندا وتعدت مع اليابان وخلصت كيلومي. وطلعت من البطولة بالفير بلاي أمام اليابان بعدد البطاقات صفراء. يعني كان موقف غريب جدا وكانوا في شدة الحزن. أربع نقاط وبرواحه من البطولة بفارق بتقطين صفرائيين أو حاجة زي كده. مش متذكر حقيقة ولكن بالفير بلاي خرجوا من البطولة. كان مفروض يكونوا في الدور الثاني. فقط سنغال فريق قوي. فريق قوي. ومش الأول على أفريقيا المفرغ. وأعتقد أليو سيسي في انتظار عوضة سادي ومانية. عشان نشوف وجه آخر المنتخب السنغالي. لأن الكل يترقب في السنغال ولأن تقريبا كلنا لو نوعا ما بتعدنا على العاطفة وميورنا للمنتخبات العربية. وكل واحد لمنتخب بلده. على الورق الفريق الوحيد الكامل المتكامل والكمال الله سبحانه وتعالى هو المنتخب السنغالي. الكل كان يترقب في منتخب السنغالي. اليوم الفتتاحية فوز بيتونائية في مباراة أنتم لا تتفقتم أنها خارج تقيم بالنسبة لمنتخب السنغالي. لكن من المستحيل السنغال بتكون بهذا الشكل أمام المنتخب الجزائري. أكيد. لكن ما هو زي ما نعرف. نحن دائما في الكمبيتشن صغيرة. هيتم دائما مناخده التدريجية. ناخده بالتدريجية. هذا هو شيء. والثاني شيء ما يخدم السنغال ومتخب الجزائري في هذه البطولة. أنهم عندهم منتخبين يرفعوا من وطيرة اللقاءات مع منتخب تنزالي ومتخب الكيني. هذا سيكون في صفهم. حتى لو نقلل من شأن هذه المتخبين. كما نوهنا معروفة قوة هذه المجموعة في متخب السنغالي ومتخب الجزائري. لكن دائما مطيرة المباريات خاصة في البطولات هذه. هي تزيد من رفع المستوى. تزيد من رفع اللاعبين من الحالة الفنية. تدخلهم في فورمة المباريات. يعني هذا كلها نكونوا واضحين. فيما سبق كنا نشاهد كاسم أفريقي في شهر واحد. يعني في عز عطاء بعض اللاعبين. خاصة عندما يرجعوا من أمديتهم. لكن في الفترة هذه هيتم كلها في نهاية الموسم. بعد موسم ملصر يكون موسم كبير من عدد المباريات. يعني صعب اللاعبين هذو خاصة ينشطوا في أفضل الفرق في أوروبا. يعني مردودهم دائما بيكون نحن بحسابات. ومش متعاودين يلعبوا في هذا الوقت. متعاودين خلاص لعب يكون في إجازة. متعاودين دائما بيكون في شهر يناير. هذا تغيير. ونعرف أي لعب. صحيح يحب 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 كالسفريخة. مثل اللاعب بعد موسم مرهق. يحب يأخذ شهر من الراحة. يحب يتنفس. يروح. يحب يتفسح. وخصون هما رايحش. نفس الحصر السنة الفاتت. نفس الصيف لعب في كالس العالم. فأجهزتك قصيرة. ما خادش الراحة السلبية. التي تمكنه من استعادة شفاء. فيه ملل. حتى المدربين حيكون محسابات. لكن أيضا. إلى جانب كل هذه التفكير في ذهن أي نجم. هناك لاعبين يسعون وراء لقب مثل المانيل. لأنه في تحدي مع نفسه. وفي تحدي مع محمد صلاح. هدف الدوري الإنجليزي. 22 هدف مناصفة مع أوباميانغ ومحمد صلاح. ينافس على الكرة الذهبية الأفريقية. ويقرب أيضا من كوكبة المنافس على الكرة الذهبية العالمية. لما ليه؟ طموح مشروع. ودحقه. لأن الحقيقة كان بيؤدي أداء طيب جدا. وصلاح خطف منه البلندور في أفريقيا في موسمين متتاليين. سنة دي. بيؤدي أداء طيب. عمل مباراة رائعة في تشامبيون تيج. هدف البريميليج هو صلاح أوباميانغ زي ما أنت ذكرت. فهتشوف أجل مخالف للساد يومانيه. وهتشوف لأسود الترانجا أجل مخالف لما يرجع هذا النجم الكبير. وخصوصا حسام نادر لما نشوفه حتى على صعيد الأفراد مثلا كولوبالي أفضل مدافعة في إيطاليا مش في اسفانيا ولا في إنجلترا في إيطاليا. فهذا حسام تتحلل في دور الإيطالي. ممكن تتأخذ أفضل مدافع في إيطاليا لاخترعت الكاتيناتشو. هذا الدليل على كواليتي لعند السينيغال ما عندش منتخبة ثانية في أفريقيا. أكيد كواليتي كبيرة. كوليبالي بوجهة نظرين من أفضل ثلاثة أفضل مدافعين في العالم. مع باندايك ومع ديليخت في الوقت الحالي. هذا من ثلاثة الأفضل. ممكن ديليخت أصغر شوية. لكن كوليبالي اليوم يمتاز ممكن على أخرين. بمهارته الفنية والصعوده ومساندة الهجومية. لعب من التراز العالي. اليوم لما تسمع عندي ماشاسترونيتر وريال مادريد وليوبيو وجمع كل وصلوا إلى 120 و130 مليون يورو في خلب يفاو عمره 28 سنة. تعرف الكواليتي وقيمة هذا اللاعب. لما يكون في متصف الملعب. عندك لعبين مثل ماني. مثل غاي. نتكلم دائما على المهاجمين. لعب ارتكاز سوبر. في ارتكاز الكورة. في صناعة الهجمر. كدور تكتيكي. لما يكون عندك كيتة بالدي على الطرف. صار على الطرف الأخر. يعني فنيا المنتخب السنغالي في القمة. ومستويه سيرتفع مع قيمة المنفس. سأعود لمباراة السنغال وتنزانيا فقط أريد أن نوه مشاهدين الكرام. أنه بإمكانكم في هذه الأثناء متابعة مباراة منتخبنا العربي القطري الذي يلعب أمام المنتخب الأرجنتيني. ويبدو أنه متأخر في النتيجة بهدف المشاهدين. كنتم متابعة هذا اللقاء عبر ماكس 2 وكذلك ماكس 4. أعود لمباراة السنغال بعد تنزانيا أصبحت نشك في باقي المباريات المنتخبات الكبيرة مع المنتخبات المتواضعة. هل نحن أمام ندر أن ننتظر دور 16 على القل تخدير حتى نشوفه كورة الأفريقية التي تعودنا علىها. اللي هي الاندفاع البدني والالتحامات السرعات والأهداف؟ بالعكس مهند. ما شفناه المباراة مباراة مدخل نجيلي ضد مدخل بورندي شفنا مدخل نجيلي فاز بصعوبة جدا مهند ليس بمعنى أن منتخب التنزاني اليوم بالعكس فيه الموراة دائما يكون الضغطات على المنتخبات الكبيرة يعني أنت مع 24 منتخب حتى زي ما قالك هيتم أعطان فرصة للمشاركة بعض المنتخبات حتى تبين نفسها. يعني لما نشوف متخب الوغندي التفوق على متخب كورغولي يعني خاصة الوغندي والتطور في الفترة الأخيرة هذا يرجع لك أنه كل ما تعطي فرصة للمتخبات هذه وجهة نظر المخالفة لك نادر ما تقول؟ تقول أن أمم أفريقيا هي صفوة الصفوة والتحدي يكون في تصفيات أمم أفريقيا نقص موضوع اليورو بالضبط لما أصبح اليورو أنت معه أم ضد حسام أنت معه أم ضد؟ لا معه أنك أنك في قارة من حق الناس الكل أنها تشارك لكن إذا تتكلم على المستوى الفني بحث أمم 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 أنت معه أمم